يعني عايزة عارف انتبعاتكم بداية كده عن العلمين اول ما وصلته شايفين ايه اللي اختلف في المدينة وانتبعاتكم كمان عن مهرجان العلمين في نسخوته الاولى وازاي ممكن المهرجانات الغنائية دي تخدم وجهات سياحية جديدة زي العلمين هو انا كنت جيت العلمين السنة اللي فاتت كانت يعني مش هقولك ربع اي ده كانت يمكن واحد على عشرة من ده دلوقتي بقت مدينة مدينة قائمة طبعا بحرها الفضيع يعني فاحنا لا انا منبهر يعني بالعمار اللي حاصل اتمنى الناس هتكمل ده وتحافظ عليه يعني كويس هاني انت طبعا هاني الدقاء المغني الخاص بمسار اجباري يعني عايزة كمان اعرف قيمة الحفلة بالنسبة لكم النهاردة ايه وانا متأكلا ان انتو على مرة سنين اللي فاتت الحال كانت في الساعتاشر سنة تقريبا كنتو حارسين ان انتو توصلوا للناس حتى في كورونا كنتو بتعملوا حفلات احكيلي كده عن الاجواء النهاردة وانا مفصوصا ان انا معاكو باكستيج وبتحضروا في كواليس الحفل وصي فكرة ان احنا بنلعب حفلة في الساحل الشمالي دي بتفكرنا بأيام العجمي زمان لما كان عمر اصلا خماسي اسكندراني يعني اوه اسكندراني فكان ده بيفكرنا جدا بعمر دياب لما كان بيجي يلعب في العجمي وصعداء ان ستاج لزيز زي ده وان الناس تبقى موجودة وتسمعنا هنا في الساحل الشمالي وفي مكان سياحي ولزيز لا مبسطين جدا يعني اتمنى الحفلة تطلع حلوة ان شاء الله والحفلة اعتقد يعني يمكن سول داوت الناس كريب تتكلم على الموضوع ده سيوم عايز اعرف رأيك اه احنا تعرف الناس بنفسك انا سيوم انا سيوم انا محمود سيوم من الجيتار ستعمصاري كبيري اه احنا الخبر بتاع سول داوت ده بسطنا جدا جدا بصراحة وبصي حفلة الحفلة كمان يعني اي حفلة بتحضر لها كويس على السكيل ده وعلى الحجم ده زي ما ان شايفة الستاج والمساحة كده كده بنبقى اكسايتد حفلة في الساحل الشمالي انا معهاني جدا عشان انا دفعته عجماوي قديم في ان بنقولها كده يعني طبعا احنا خمسة اسكندرانية فحفلة في الساحل دي بالنسبة لنا كأنها حفلة في اسكندرانية فكده كده ليها طعم ولما بنيجي نشوف تحضيرات وحاجة بالمنظر ده يعني بدي مقومتا حمسين اكتر فان شاء الله حفلة حلوة والناس كلا تطبسوا دي ان شاء الله منتظرين طبعا